السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوه جول معي. مبارك كان في مبارتين في تصفيات الامم الاوروبية المانيا الفين اربعة وعشرين. اه المبارتين كانوا اه ضمن منافسات المجموعة التانية اللي بتضم اه فرنسا واليونان وهولندا وجبل طارق وارلندا. المباراة الاولى كانت ما بين منتخب الايرلندي والمنتخب الفرنسي. وقدر المنتخب الفرنسي انه يفوز على المنتخب الايرلندي خارج الديار بهدف للاشي. اه المباراة كانت اه متوسطة المستوى ولكن ادر اه المنتخب الفرنسي انه ياخد النقاط بتاعت المباراة وهو ده اللي هو الهدف الاسمة والاهم بالنسبة للمنتخب الفرنسي وبكده هو يتصدر اه المجموعة التانية في التصفيات. ابتدى منتخب الفرنسي بتشكيل مكون من مينيان في حراسة المرمى. خط الظهر مكون من اه بافار وكوناتي و اه اه اوبيميكانو وهرنانديز. اه تلاتة في نص الملعب اه تشاوميني و اه رابيو و اه كولو مواني. اه واتنين تحت رأس الحربة جريزمان وامبابي ورأس الحربة الصريح جيرو. زي ما قلنا المباراة كانت متوسطة المستوى ولكن منتخب الفرنسي اه يعني هي هو طبعا كان اكثر اه خطورة على المرمى ولكن اه كان اه بيلعب اه بالشكة والسكينة كده زي من قول يعني هو اخذ النقاط اللقاء و اه اه وحقق هدفه من اللقاء. فالهدف جاء في الضيئة اه خمسين. اه كورة اه بافار ضغط بها على اه مدافع اه المنتخب الارلندي على حدود منطقة الجزاء على كوسط تمنتاشر ناحية اليمين. اه ضغط على مدافع اه ايرلندا وغلطه واخطافها وشط ساروخ على شمال الحارس محرزا اه هدف المباراة الوحيد وهدف الفوز للمنتخب الفرنسي في هذه المباراة. المباراة الاخرى كانت ما بين هولندا وجبل طارق. وقدر المنتخب الهولندي انه يفوز تلاتة لشيء بعد ان كان اه اه هزم في المباراة الاولى اه امام فرنسا في فرنسا. اه اه ابتدى اه المنتخب الهولندي بتشكيل مكون من سليسين في حراسة المرمى خط الظهر اه مكون من دوم فريز وديلاخت وفان دايك واكي. ولعب تلاتة في نص الملعب وويفر وفينالدو. وتلاتة في الهجوم اه سيمونز وفيجورست وآآ بيرجيز. اللقاء ابتدى بضغط كبير جدا للمنتخب الهولندي آآ اللي كان مستحوز على آآ تلاتة وسبعين في المية آآ نسبة الاستحواز في المباراة. آآ جيه الهدف الاول في الدقيقة تلاتة وعشرين من كرة من ناحية اليمين آآ اتلعبت عرضية من آآ فينالدوم. طلع براسه آآ ديباي ويحولها آآ في المرمى على يمين حارس جبل طارق محرزا الهدف الاول للمنتخب الهولندي. ثم آآ في الشروط التاني يأتي الهدف التاني في دقيقة خمسين آآ كرة عرضية من ناحية الشمال آآ توصل لآآ ديباي داخل منطقة الجزاء اللي يلعبها آآ آآ من مرة واحدة كده عالطاير ببطن رجله آآ عالية كده في اتجاه آآ آآ اللي يدخل برقصه ويحولها آآ على شمال حارس جبل طارق آآ آآ تخبط في الايم وتدخل بلياردو محرزا الهدف التاني للمنتخب الهولندي. ثم آآ الهدف التالت آآ آآ بيستلم كرة على حدود منطقة الجزاء آآ من ناحية الشمال على قصة التمنتاشر ويطلق قذيفة ارض ارض تخبط فيه احد متفعين جبل طارق وتغير اتجاهها وتسكن المرمى محرزا الهدف التالت وينتهي اللقاء بفوز المنتخب الهولندي تلاتة لاشي. بكده موقف المجموعة التانية اصبح آآ المنتخب الفرنسي آآ متصدر المجموعة برصيد ست نقاط آآ من آآ مباراتين. يلي المنتخب اليوناني معاها تلات نقاط من مباراة واحدة. ثم المنتخب الهولندي معاها تلات نقاط من آآ آآ مباراتين. ثم ايرلندا بلا نقاط من آآ مباراة واحدة. ثم جبل طارق بلا نقاط من مباراتين. نتنال الى موضوع اخر وهو مجموعة منتخب مصر. مجموعة منتخب مصر في تصفيات الامم الافريقية آآ آآ كوديفار الفين تلاتة وعشرين. آآ كان في مباراة مهمة جدا انبارحة لعبت ما بين اسيوبيا وغينيا وانتهت بفوز آآ غينيا على اسيوبيا خارج الديار تلاتة اتنين. طبعا النتيجة دي مش صالح المنتخب مصري النهائي لان طبعا موقف مجموعة مصر تقزم. آآ مصر طبعا النهاردة هتلاعب آآ منتخب ملوي في ملوي في تمام الساعة السالسة عصرا بتوقيت القاهرة. آآ عندنا المجموعة كده بعد آآ نتيجة آآ مباراة اسيوبيا وغينيا اصبحت غينيا تسع نقاط من اربع مباريات. المركز الاول يليها مصر آآ ست نقاط من تلات مباريات. اسيوبيا آآ تلات نقاط من اربع مباريات. ثم ملوي آآ نقطة واحدة من تلات مباريات. آآ بكده منتخب مصري لابد ان يفوز على آآ آآ منتخب آآ ملوي آسف منتخب ملوي معاه تلات نقاط من تلت مباريات. آآ لابد ان يفوز المنتخب المصري على منتخب ملوي في ملوي. ومش بس كده. ده كده هيتعادل في النقاط مع منتخب غينيا هيبقى عنده المباراة قادمة في توقف الدولي القادم هيقابل منتخب غينيا في غينيا. فلازم المنتخب المصري يفوز على غينيا في غينيا. لو فاز المنتخب المصري على غنية في غنية عنده مباراة الاخيرة هتبقى مع المنتخب الاسيوبي هنا في القاهرة. المتهيالي حقيقي سهل على نفسه التأهد. ولكن ناخد الموضوع خطوة خطوة. الاول لازم المنتخب من مصر يفوز اليوم على منتخب ملوي في ملوي. وكمان بفارق اهداف كبير. عشان اه اه لو منتخب مصر مع منتخب غنية تعادل اه اه خارج الديار يبقى اه اه فرق الاهداف يبقى لصلاة. نتمنى طبعا نفوز لمنتخب مصري اليوم ان شاء الله امام منتخب ملوي. وان شاء الله اه اه المباراة القادمة يفوز على منتخب غنية ويتأهل الى اه اه كوديفور الفين تلاتة وعشرين. عندنا خبر مهم جدا بخصوص اه نات الزمالك عندنا محكمة الرياضية بتحكم بالغاء اه الحكم اه الصادر من الاتحاد الدولي اه اه بتغريم نات الزمالك ستمية وخمسين الف دلار لصالح فرجاني ساسي. اه طبعا كان اه اه فرجاني ساسي تقدم بشكوى بعد ما ساب نات الزمالك وقال ان اه نات الزمالك خصم منه ربعمية الف دلار نتيجة اه عدم حضور التدريبات وده اه مش موجود في ليحة النادي. ولكن اه 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 اتحكم له ساعتها اه من الاتحاد الدولي بربعمية الف دلار زائد اه ميتين وخمسين الف دلار اه كتعويض اه اه للعاد. اه النادي الزمالك قدم اه اه تظلم للاتحاقة له اه محكمة الرياضية وحكمت لصالح نات الزمالك بالغاء القرار اه اه تغريب نات الزمالك ستمية وخمسين الف دلار واستند نات الزمالك على اه ان اه الفسخ العقد ما بين اه فرجاني ساسي وانات الزمالك اه كان من طرف واحد. فبالتالي اه اه حكمت المحكمة بالغاء القرار اه الحكم الصادر من الاتحاد الدولي. اه عندنا النهاردة مباراة مهمة جدا في اه تصفيات الامم الاوروبية. عندنا مباراة اسكتلندا واسبانيا في تمام الساعة التاسعة الاروبا بتوقيت القاهرة. وعندنا مباراة تانية اه ما بين تركيا وآآ كرواتيا في تمام الساعة التاسعة الاروبا بتوقيت القاهرة. اه دي كانت اخر حاجة معنا النهاردة. نعطيكم في حلقة جديدة من جوه جول مع يحيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.